معنا حاجة لأول مرة بنبدأ بيها السنة والأول مرة في برنامجنا موجودة هي مسابقة هي مسابقة شهرية اسمها أبطال LG برعاية LG المسابقة دي الهدف منها ان احنا نتعرف على قصصكم وانتو الشخصية وتكونوا انتو الأبطال في القصة دي قصص إنسانية كتير نعرف منها الحاجات اللي أسرت في حياتكو الناس اللي فرقوا في حياتكو الناس اللي غيروا حياتكو الحقيقة ان هي مسابقة ومبدرة جميلة جداً بتدعو للتفاؤل والإيجابية صحيح صحيح بصوا يعني هو يعني طبعاً عادل أهلا بيك معنا أهلا بيك عادل أحمد الكبير التقني من شركة LG الحقيقة اننا مبسوطة قوي الفكرة بتاعتكو إنه نطلع من 20-20 احنا و20-21 اه دخل علينا عادنا نتاري على 20-20 ونندب حظنا ونقول اللي سنة كانت مش عارفة عاملة ازاي وعدت علينا ازاي بس الحقيقة انه الفكرة هنا ان احنا نحط ايدينا على الحاجات الحلوة الإيجابية في 20-20 لأنه لازم يكون فيه إيجابيات طبعاً أكيد كان فيه وأكيد كان فيه ناس كويسة عادوا علينا وأثروا فينا ونقول لهم شكراً ونقول لهم كاتتر خيركم وده اللي انتوا بروسو في المسابقة بزفظة مسابقة أبطال LG تقدروا حضراتكم اللي يتفرجوا علينا يبعثوا على صفحة LG اللي هتكون موجودة دلوقتي على الشاشة يبعثوا قصص وشكراً لناس أثروا في حياتهم هي كل شهر هيبقى ليها ثيم معين يعني كل شهر هيبقى ليها هدف معين بتيالي هي الشهر ده عن الناس اللي أثروا في حياتنا واللي احنا ممتنين ليهم ونشكرهم على 20-21 لساعدونا ان احنا نخطي 20-21 أو 20-20 انتوا تقدروا تبعثوا القصص دي على صفحة طبعاً LG زي ما شاري قالت اللي أكيد ظهر عندكم على الشاشة لغاية يوم 19 يناير يعني من يوم 12 هو النهاردة أول يوم حد يوم 19 لغاية يوم 19 يوم 19 حيتقفل الباب وحيتبدأ عملية السحب والاختيار تحت رعاية وزارة التضاهم الاجتماعي واللي هيكسب حيروح يستلم الجائزة بتاعته من مقر الشركة الرئيس احكي لنا يا عادي قولينا بقى النانو سل هي دي النانو سل هي تقنية جديدة نزلتها شركة LG في السوق المصري بتهدف منها ان هي توصل للعميل تجربة مشاهدة عالية جدا بمعنى الكلمة الشاشة عشان خاطر تقدر تطلع لنا الصورة بيقاليها جزئين جزء إضاءة بيقى موجود في الشاشة وجزء الألوان جزء الإضاءة ثابت ما بقدرش أتحرك فيه كتير هي شريط اللدات اللي بيقى موجود في الشاشة جزء الألوان هو اللي أنا بقدر أتحكم فيه الجزء بتاع الألوان بتسمى البيكسل أو اللي هي خلية البيكسل أو خلية الألوان هل سعاد بنسمع عنها كمان في كاميراة الموبايل وكده بالضبط الريزيليوشن بتاعها بيقى كان ميجا بيكسل الحاجة بتاع البيكسل ده اللي هو عدد وحدات الألوان اللي بتبقى موجودة في الشاشة بناء عليها هي اللي بتدينا الصورة وبطلعها لنا كويسة كل ما كان عدد الوحدات ده أكتر وكل ما كان الحجم بتاعها أصغر كل ما تفاصيل الصورة باية أضك في أي شاشة طبيعية في السوق المصري على مستوى العالم الوحدة دي بيقى الحجم بتاعها من 12 نانوميتر ل7 نانوميتر يعني ده أصغر حجم ليه تقنية نانو سي يعني كل ما تصغر كل ما يبقى أغنى كل ما التفاصيل أكتر لأن هي صغرة ففي مساحة الشاشة بتالي تضغط عدد البيكسلات تكون أكتر فتفاصيل الصورة تبقى أوضح وأكتر بالضبط والألوان كمان هتبقى أغنى عشان نقدر نحقق ده وإن احنا ننزله بتقنية الصورة وما نخليش الشاشة حجمها كبيرة عشان نزود عجم البيكسلات خلينا أن خلية دي كلها بدأ مكان حجمها 7 إلى 12 نانوميتر أصبح خلية نانو موجودة في الشاشة حجمها 1 نانوميتر فأصبحت صغير جدا ودي أصغر وحدة القياس ويعتبر موجودة وحدة النانو ده خلى أن احنا كل البيكسلات وكل ألوان الموجودة في الشقة الشاشة اتعززت أكتر بنسبة 20% فأصبحت درجات الصورة وألوان بتاعتها أعلى وأكتر بكتير كمان مدعمين الشاب بتاعتنا بتقنية الإي بي اس بانال ودي تقنية عبارة عن شية إضاءة موجودة في الشاشة بيوزع الألوان فقول لاتجاهة الإضاءة بحيث أنا لو أنا قاعدة بتفرج على الشاشة آه ما يبقاش أنا قاعدة في جنب مش شايفة كويس التليفزيون يعني ما يبقاش أنا قاعدة في الزبط أنا قاعدين في البيت أقولينا نسونتر على كورسي معين ده دليل شاشة صح لا إحنا مع الإي بي اس بانال الموجودة في نوع من شاشات LG ومع الإي بي اس وتقنية النانوسيل اللي موجودة عندنا الحجم الصغير لجزيئات الألوان خلت إن زاوية رؤية مفتوحة معاك لزاوية الحد أكتر من 60 درجة يعني لو أنا قاعد بشكل حرف الكيرف أو نص دايرة أنا بتفرج على الصورة يعني لو قاعدة جنب الشاشة خالص بالزبط هتفرج بالصورة على نفس الخط بتاعها هشوفها كويس برضو بالزبط هنشوفها بنفس درجات الألوان ما فيش يعني أو ما فيش بهتان للألوان هيحصل موجود كتير موجود للشاشة دي بتبقى ميزة تانية كمان إحنا جزئية الهاردوير اللي جوه الشاشة اللي احنا طورنا في تقنية الألوان طورنا في تقنية الشاشة الاي بي اس بانال كنوعية طورنا كمان في تقنية السوفتوير اللي موجودة جوه لأن أنا كمحتاج حاجة تقدر تعالج كل التقنيات اللي موجودة دي عشان تقدر تطلع للبس أي أن كان أنا بستخدم حاجة خارجية أو بس على رسيفر يقدر يطلع للصورة بوضوح عالي جدا شاشات عندنا كلها ده عمناها بمعالجات بطهي فيها تقنية الزكاء الاصطناعي ودي اللي بيميز شركة أل جي عن مدعوان الشركات التانية اللي موجودة في السوق في السوفتوير بتاحها فكرة الزكاء الاصطناعي موجودة في إيه أكلمها بقى وقولها شغالي لي ويفتحي لي اليوتيوب ده بيحصل فعلا ده عن طريق ليه كذا حاجة بنقدر يعني استغلنا عن الرموت كنترول بعد فترة السنة الجاية تبقى موجودة يعني أصبحت السنة الجاية رموت كنترول هو هم جزء في استخدام الشاشة واستخدام أجهزة البيت عندك كلها السنة الجاية هيبتدي فيه أبديتنج لشاشات بتاعتنا أنت تقدر تتكلمي معها دايريك أو لو مثلا افتحي قناة أون بالزبط دي هتبقى موجودة عايزة مثلا تعمل سيرش وفويس كنترول الأوامر الصوتية أقدر أتحكمها السنة الجاية دي احنا بنتحكم فيها عن طريق الماجيك رموت اللي هو الجهاز الصغير دا دا من ضمن حاجات الزكاء الإصناعي اللي موجود أنا عندي دايري موت بقدر أتحكم فيه في الشاشة زي وزي الموز بالزبط في الاستخدام مجرد ما بضغط على الزرار المايك أقدر أدي له أوردر أوامر صوتية من نوع إيه الأوردر دا يعني؟ يعني مثلا كمسال أنت مثلا عايزة تفرج على حلقة معينة يعني ممكن مثلا أثبت الألوان السنة باتوه في الرموت في تصبيت الألوان بتقدر تعمليه يعني أنا أقدر أدوس على الميكروفون وأقول فتحي الشاشة وضع الصورة لا هتقولي مثلا وضع الصورة سينما وضع فوتبول وكمان أنت مش هتحتاجي إلا لأن إحنا لما بنقول تقنية زكاء إصناعي فإحنا بنقول إن الشاشة هتريحنا في كل جزء كل جزء إزاي؟ إزاي بقى؟ أنا عندي بس موجود سيهي مثلا بتفرج لوقتي على موتش بعد كيه بتفرج على فيلم بعد كيه بتفرج على أنيميشن الشاشة أوتوماتيك بتقدر تحدد السورس اللي داخل ليها وتقدر إنها تعمل معالجة للصورة وللصوت عارف ليه؟ لأن ساعة بنبقى متفرج على فيلم رعب كده فنكتشف مرة واحدة إن الشاشة بقت غمقة قوي هو أنا ليه مش شايف؟ مع إن أنا لو جايب مثلا متش كورة حابقى شايف كويس قوي هتبقى الشاي إضاءة أعلى إحنا كمان علجنا جزئية ليه مش شايف دي في الإضاءة القليلة إن إحنا دعمنا شاشة بأعلى تقنيات الـ HDR ودي تقنية اسمها الدولبي فيجن ودي أعلى تقنية تصوير موجودة على مستوى العالم بزيتها النهاية بيتبين لكل تفاصيل الصورة حتى لو الصورة ضلمة حتى لو الصورة ضلمة حتى لو إضاءة عالية فيها جدا ده اللي بيخلينا لما بنيجي نروح للسينمات وطبعا الوقت اللي إحنا فيه ده في ظل الظروف كورونا فكرة لنا أروح للسينما صعبة أنا أنا جبنا السينما لحد البيت وأصبح اللي عايز يتفرج على السينما هو عنده تجربة سينماية في البيت كمان إنه زمان كانت اللي عايز يتفرج على الحاجة 3D أو مجسمة بتلت أبعاد كان لازم يلجأ للنظارة وده طبعا كان الناس اللي نظرهم ضعيف الناس اللي بيستعينوا بنظارات نظر كان بيبقى صعب ودمه تقيل وحيانا النظارات دي بتتخربش كتير استعوضنا ده بتقنيات الصورة دلوقتي أنا أقدر أشوف ده 3D من غير نظارة أقرب حاجة لل3D أقرب حاجة للواقع يعني أنا أقدر أشوف الصورة واقعية جدا يعني أقدر كل مأساتك كبيرة من الشاشة أنا لو واقف جنبها أكني مثلا بصص من بلكونة أو بصص فعلا على سكرين سينما فالصورة بتاعتها عالي المعالجات دي زي ما هي بتعالج كمان حطة الصورة هي بتعالج جزئية الصوت لأن كتير مننا لما بيجي بتفرج على فيه شاشات جتيرة جدا في الصوت الصوت بتاعها عالي قوي بس ما فيش تفصيل الصوت موجودة واضحة معا بالزبط إحنا دعاننا بتقنيتين في شاشات النانوس اللي عندنا تقنية AI Sound ودي فيها الزكاة الاصطناعي وتقنية الدول بي أتموس دول بي أتموس بيقدر إنه هو يديني كل التفصيل اللي موجودة في الصوت عشان توضح لي لو أنا بقى تفرج على فيلم رعب ففيه صوت خطوات صوت مطر صوت قفل بات فاتح كل ده بسمعه في وقت واحد ده مهم جدا على فكرة أنا كممثلة المرعب دي الساوند إفاكت أساسي وركن أساسي من أركان الدراما فلما يبقى عندك تليفزيون بيطلع ساوند إفاكت محترم زي اللي بتشوفه أو بتسمعه في السينما ده فعلا أنت جبت السينما البيت بجبت السينما البيت كمان إحنا كمان عندنا توزيع الصوت بدل ما أنا الصوت عندي بيتوجه لأجزاء الغرفة كلها أنا عنده عن طرين ماجيك روموت أقدر أوجه للصوت للمكان اللي أنا قاعد فيه خصية سماعي AI Assisting Tuning دي بتبقى خصية جوه الشاشة بقدر أطلع إشارات من الشاشة أنا قاعد مثلا على يمين الشاشة فبتوجه للسماعات بتعطي الشاشة أن قوة الصوت خارجة تجاه اليمين أو خارجة تجاه الشمال أو بعملها حاجة اسمها AI Surround اللي هو بيديني حاجة اسمها Home Theater بالضبط كأن Home Theater موجود عندي في البيت ده ما يغنيش بابا وماما بيكلم معيك في حاجات تانية أكتر زي سيني كده زي الأبليكيشن بالضبط هي نفس فكرة بتاع جوجل أسست أو سيني اللي موجودين الزكاة اللي أصني يعني كمثال أنت مثلا كل يوم بتتفرج على معاد الحلقة بتاعت البرنامج بيديك ريمايندر أنت الحلقة دي هتتفرج عليها في الوقت ده ودي من ضمن التقنيات الزكاة اللي صنعي حاجة أكتر كمان إحنا طورنا فيها السنة دي خاصية حاجة اسمها Home Dashboard أو لوحة معلومات المنزل دي فكرة في إيه أنا بدلا ما أنا قاعد في البيت وعايز أنا أروح أطفي التكهيف في القوضة دي أو مثلا أشوف الغسالة عندي خلصت أو لا لو كل الأجهزة عندك في البيت LG بيبقى فيه أبليكيشن توصلين ببعض بالضبط بيتوصل عن طريق أبليكيشن للموبايل سوأتحكم فيها من بره البيت بدي الأوردر من بره البيت من بره البيت ده لو أنت عايزة توصل الزكاة اللي صنعي في الموبايل أو لو أنا قاعد جوه البيت كمثال مثلا عايزة أعرف الغسالة خلصت أو لا حد غير درجة حرارة التكهيف أو لا بيدي ألار بقدر أتحكم فيها من الشاشة نفسها بالكامل تبقى خاصية حاجة اسمها الهوم داشبورت دي بتبقى موجودة في الصوفت ويرين في الشاشة بتقدر تخلينا أتحكم في كل الأجهزة اللي موجودة وكل الإمبوت اللي متوصلة عنها عن طريق التلفزيون شاشة التلفزيون عن طريق التلفزيون والريموت ده والريموت الماجيك اللي بنقدر نتحكم فيه عظيم دي كمان ميزة هنعمل كده إمتى؟ عرفها في الهواء؟ الموشن فيه توتش سكرين عندكم؟ فيه توتش سكرين بس دي بتبقى حاجة اسمها اللي هي الشاشات الدعائية يعني لو أنا عاملها كشاشة الكمبيوتر بس مش بتنزي هنا في مصر يعني التكلفة بتاعتها بتبقى غالية شوية فاحنا بنهتم بالشاشات اللي هي استخدام المنزلي مش حاجات الكممرشل برضو الكممرشل موجودة عندنا بس استهبامنا أكتر بالتكنولوجيا في الحاجة اللي هتبقى موجودة في البيت عندنا كمان إحنا برضو عشان محبين الجيمينج والسبورت استطورنا كل الشاشات بتاعتنا بمعدل تحديث للصورة بيوصل لحد 120 هرتز فدي ميزة بيخلي أن الصورة نعمة جدا مفيش فيها تقطيع أثناء مثلا فرج على الماتشاط أو حتى أثناء لعب الجيمينج وعملنا كمان خاصيتين في الشاشتين عندنا حاجة اسمها الجي سينك والفري سينك ودول متطورين من أعلى شركات الألعاب الإكس بوكس و بلاي ستيشن فايف من ضمن المواصفات الرئاسية بتاعته أن تكون الخاصيتين دول الفري سينك والجي سينك يعني هداية معتبرة نقول كده نبشر الناس أنه الهداية معتبرة وقيمة وتشجع الناس على أنهما يعاملوا حاجتين يعني فيه في المسابقة دي مستين الحقيقة هو أنك تقعد تراجع الحاجات الحلوة اللي حصلت في 2020 وتفتكر الناس الحلوة اللي أثروا فيك وتكتب ده وتحس ده وتنتن ليهم وهو إن شاء الله إن شاء الله كده يبقى حصدك حلو بإذن الله تكسب الشاشة دي وعايز أقول حاجة قبل ما نختم الفقرة أن إحنا كراجل واثنين ستات برنامجنا حيتابع الخطوات أول بول وهيتابع تسليم الجوائز وهنتم موجودين معاكم إن شاء الله كل شهر في كل مسابقة ودي حاجة جميلة جدا ومرسي أل جي على الأخناية شرفنا قناة معاكم يوسيقى توقوف شكرا